ثلاثة قبل ما بنسطبه كنا بنران تو كومند مهمين جدا كنا بنران كومند اسمه ها فورست بريب و كومند تاني اسمه دومين بريب الفورست بريب كومند ده كان بيعمل يامل الفين وثلاثة كان بيكستند الاسكيمة يعني ايكستند الاسكيمة يعني يوسع فيها ليه علشان الاكستشينج لما ينزل ها يلاقي براح يرمي جوا منه الاتريبيوتس بتاعته وكنت بران كومند تاني اسمه دومين بريب علشان ابريبير هذا الدومين ان هو يستقبل اكستشينج سيروه انا كان ممكن اعمل فورست بريب والدومين بريب قبل ما اعمل ايه قبل ما اعمل سطب للاكستشينج وكان فيه امكانية ان انا وانا بسطة بالاكستشينج هو الواحد ويعمل لي فورست بريب ودومين بريب فالفين وسبع بقى الوضع مختلف فالفين وسبع حضرتك بتران كومند اسمه ايه بقى ها بريبير اي دي ازاي اران الكومنده بقى هفتح الكومند برومبت وعمل ايه بقى بص هو انت المفترض تنادي عليه من خلال الفايل اللي اسمه setup.com اللي هو موجود جوا فولدر اسمه اكستشينج سيرفر الفين وسبع انتر برايز اللي جوا فولدر اسمه اكستشينج ريكوارمنت اللي موجود على الايه يعني الباث ده مفهوم كده اه بس خلي بالك ما ينفعش حضرتك يبقى فيه space ما بين الكلام كماند برومبت زي ما احنا عارفين ما بيقبلش ال space هرانو دلوقتي حالا اقول لك انت كنت نايم ولا ايه انا ممكن اران الكومند قبل الانستليشن زي ما كنت بعمل ايام الفين وثلاثة وممكن بردو لو انا دخلت جوا الاكستشينج فولدر وقلت له سيطب دوت اي اكس اي هو اوتوماتيكا لي ها هيعمل الكومند ده اقول له ايه بقى دخلني على ايه واخد البتاع ده كوبي هستردم بقى الايه ها سيطب دوت كوم سيطب دوت كوم وبعدين اقول له space slash prepare ad مفهوم بريبير ايه بقى بيعمل ايه ها extend في السكيمة وهيبدأ ان هو يبريبير هذا الدومين ان هو يستقبل الاكستشينج تمام بجانب ان هو هيعمل ايه تاني ها بجانب ان هو هيكاريت الاوبجيكتز اللي تخص الاكستشينج جوا الاكتف بجانب ان هو هيكاريتلي كده كم universal group هنشوفهم مع بعض قدام شوية كل جروب منهم وظيفتها ايه ماشي هروح اقول له ايه ها انتر لما نيجي بقى نستخدم الامر ده هوت لابد ان احنا هنستخدمه ها ان ذا سيم دومين وان ذا سيم سايت اللي في dengan ان كان السكيمة المسترولة ه hakkوان كيرا هلا هنستخدمه القادر لهم كريم ما نعرف يعني اللي سكيمة المسترولة هي باي ديفولت بتكون على اول دومين الت wire فورست انما يمكن انك انت ترانسفير من روله ده هوت لدومين الترولر ثاني وهى انفه دومين الترولر التانى ده هوت ؟ تينتمل أي دومين في الفورست او في ام سايت ؟ هفهم كيرا ؟ ده هوت من هناك هفهم كرا يا امحمود ا Luther You bust It T'ia هذا هو شيء الثاني علشان تقدر تراني الكومنده هوت لابد أنك انت تكون داخل ها انتربرايس ادمنستراتيو الانتربرايس ادمن الدومين ادمن بتاع اول دومين في الفورست هل فهم الكلام كده؟ فاحنا دلوقتي ممكن ما نعملش راني الكومنده هوت معا كده ونبدأ ندخل في السطب دوت اي اكس اي على طول شايف بقى احترام هو بيقول لي ايه بيقول لي علشان حضرتك تي انستول اكسشنج سيرفر 2007 انت لازم يكون عندك دوت نت فريم وورك فيرجين 2 ولازم يكون عندك الام ام سي ولازم يكون عندك البورشل ولو تاخد بالك ان هو عملهم لي ديمت ديمت ليه اه بص جنبها كاتب ايه انستولد 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 يعني متسطبين تفرضنا بقى ان انا ما كنتش مسطبهم اه وقتها يبقى اكتف طيب اكتف يعني اعمل ايه يعني وانس ان حضرتك دست على ستيب وان دي يبدأ يكون نكت على السيرفر بتاع ميكروسوفت الحتة اللي تخص دوت نيت فريم وورك فيرجين 2 علشان حضرتك تعمل لها داونلود وستطب يعني اذا اللي ما يعرفش الريكوارمنت ها وانس انه عمل رون للستطب هيبدأ ان هو يعرف فهم اللي مش مفهوم حلو يبقى احنا وصلنا هنا لستفور استفور دي معنا هي ان انا ابدأ انستول الاكسشنج سيرفر نفسه هقوله انستول مايكروسوفت اكسشنج اول شاشة في استطب بيقولك ايه بقى ها انترو دكشن هنا بيديك انت عن هذا البروتكت بيفهمك يعني ايه اكسشنج سيرفر الفين وسبعة لو انت عملت له استطب هتستفيد بايه ماشي هقوله بعد كده نكست هابده يقولك وافق على الليسنز بتاعتنا اقوله اي اكسبت نكست اروا الريبورتنج هنا بيقولك ايه لو حصلت مشكلة اما ها تحب انك انت تبعت لمايكروسوفت تقولها المشكلة دي ايه معا كده ممكن تقوله ياس وممكن تقوله نو معا كده هاولو نكست هنا عندي بايه ها تو تايبس من الانستيليش عندي حاجة اسمها تيبيكال وعندي حاجة اسمها كاستم لو انا قلت له تيبيكال هو هينزل الاكسشنج بالديفولت رولز لو انا قلت له كاستم هيجيب لي كل الافيلابول سيتنجز اللي موجودة عندي وايكان ان انا اكاستمايز انا عايزة انستول ايه بالظبط مفهوم كده طيب تعالي نقول له كاستم عشان يشوف عنده ايه طبعا هنا ها بيقولي هتنزل الاكسشنج سورفر فين نوت ريكماندد انك انت تنستول الاكسشنج سورفر على السي معا كده الاكسشنج سورفر بالزاد ها محتاج مساحات كبيرة وريكماندد من باكروسوفت انك انت تنستول الاكسشنج على ريد كنترولر ريد هاردوير يعني تمام محيث ان ايه لو هارد جراله حاجة تاني بزبط محيث ان ايه يوفر لك فلتورانس لو هارد من مجموعة ريد جراله حاجة يو كان انك انت تدخل بدل هارد تاني وزاود ما تقيه ها مكثوز الداتا الهارد الجديد ده هوت اللي هيدخل 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 يستنتج الداتا اللي ضعتنا على الهارد الاديل وطبع حضرتك في الايه في السيف صحيح انظر على ما ترى من مجموعة الممارسة بالإجابة كلهم ترى من مجموعة يقوم بسرعة ثقوز الممارسة انا اضع لي كل من يمكنه سوف اقوم بيديه لكل الذي يوجد له فقط لان اذا انه اضعي здесь استخدام طبعا انا اتوقف دليل احباسي سرور 2007 مختلف عن اكسشنج سرفر 2003 في ايه مجموعة 2003 كان الادمنستريتور بيستطفى حاجة مقدرش يكاستمايز فممكن جداً حاجة معينة الورجنيزيشن بتاعتي مش محتاجاها تنزل فده بيسبب بلود على السيرفر مش هقدر ان انا ها ادسكارد الحتة دي اسناء الانستيليشن وانا بسطى ب2003 انما في 2007 قالك لا احنا كل تاسك الاكسشنج سيرفر هيقدمها لك هنعتبرها رول هنعتبرها رول دور فهنبدأ نقسم الانستيليشن عندك لرولز على اساس انك انت دلوقتي مش عامل بلان لحاجة معينة انت عايز الاكسشنج سيرفر يستخدمها مفهوم كده؟ فنبدأ نعمل ايه؟ نبدأ ندسكارد الحتة دي اسناء الانستيليشن بتاع السيرفر مفهوم الا مش مفهوم انا عندي رول الاولانية اسمها انا عامل بوكس رول الرول التانية اسمها كلاينت اكسز رول ماشي كلاينت اكسز سيرفر رول الرول التالتة هب ترانسبورت رول الرول الرابعة اتفاق اتفاق مؤسسر اتفاق شكرا